الجبن اللي بتاكلها من برا انت وولادك السبب الرئيسي الاخطر امراض ممكن تدخل جسم البناء ادم خدي بالك الجبن اللي برا مش لبن طبيعي خمسين في المية لبن طبيعي على خمسين في المية زيت نباتين وانت بتشتري المنتج اللي بيدمر حرفيان الجسم وبيجيب اخطر الامراض لنا ولولادنا تعالي نعمل الجبن الحليب الطبيعي ومش موفرة خالص ومكلفة جدا الافضل تستبدليها يا اما بجبن قريش يا اما تعمل الجبن في البيت بنفس الطريقة زي ما عملتها الفيديو ده نعرف ان انا هتهاجم عليه خمسة كيلو حليب طازة جاي من الجموسة ماينفعش الجيب الازازي اللي بتباع في السوبر ماركت وتعملي بيها الجبنة لا احنا عايزين حليب طبيعي من الجموسة هتجيبي خمسة كيلو وده حليب بالخير بتاعه زي ما انتوا شايفين عندي هنا زاست المنفحة المنفحة دي هتلاقيها في اي بيت من البيوت الرفية او اي منطقة رفية هتلاقي المنفحة دي بتباع او هتلاقيها في العطارة الكبيرة المنفحة الجموسة او البعري تمام هنحط كده معلقة صغيرة وهنحط معلقة صغيرة تاني لان الاتنين كيلو ونص بياخد معلقة اي دي تاني معلقة هيو حطها عشان انا حطة ازياد من خمسة كيلو حليب ممكن يكونوا ستة كمان انا هقول لكم المقادير وهوريكو الحليب الطبيعي بيطلع جبنة دي عشان هتتصدمه زي ما انتوا شايفين بعد خمس دقايق بالزبط او عشر دقايق بنلاقي الحليب مسك في بعضه بالشكل ده جبن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هجيب الاستنباط بتاعت الجبنة الاستنباط دي انا جبتها من رمسيس فوس البلد زي ما انتوا شايفين كده هتفضي الجبنة انا هنا هعمل جبنة زيرو ملح لان انا بحب الجبنة ملح خفيف بحط حاجة خفيفة في الشرش بتاعها واسبها في التلاجة وهعمل جبنة قديمة استنبولي هحط معلقة كبيرة من الملح واحط بقافل في الالوان احمر على اغدر على اصفر متقطع حتات زي كده وطبعا عشان الحليب فيه شرش كتير واساب مني هصفيه كده في مصفة سلك عشان اسهل التجبن في الاستنباط تطلع قرس الجبنة بسرعة معايا ووريكو النتيجة زي ما انتوا شايفين كده بصفي القطع اللي اتجبنت من الشرش او الشرشه انتوا شايفين بقى هوريكو الكام استنباط دول هيطلعوا قطع الجبنة ادي او 6 كيلو حليب هيطلعوا اربع قطع جبنة قد ايه والباقي كله شرش عشان تعرفوا قد ايه اللي احنا بناكله ده مش جبنة طبيعي ولا حليب طبيعي خالص قعدوا بالزبط يوم كامل وبقوا القطع اللي انتوا شايفينها دي قطع الجبنة المربعة عايز اقول لكو الجبنة دي ما شاء الله حليب طبيعي الحليب اللي بيعملوا بيه برا هما ما بيعملوش بحليب طبيعي 50% حليب طبيعي و50% زيت نباتين طب ايه صارت زيت النباتين ده زيت النباتين ده المسبب الرئيسي للامراض المزمنة واخطر الامراض اللي بنشوفها يعني الجبن اللي في السوق كلها مش طبيعي قطيت هنا شوية حليب مغلي على الجبنة البيضة الملحي خفيف وحطيت فيها شعر ملح عشان تبقى جبنة كريمي كده دبل كريم والجبنة القديمة الاسطنبولي حطيت فيها قرون شطة وحطها في علبة العلبة اللي انتوا شايفينها هناك دي العلبة الخضرة اخدت حبة وعملتهم جبنة كريمي ضربتها في الخلط طبعا الجبن دي مش موفرة مكلفة لما اجيب 6 كيلو حليب وطلع منهم كيلو ونص جبنة لا وبره في الدول الاجنبية والعربية بتباع غالية جدا طب نعمل ايه يا صار احنا مش فاهمين يعني ايه زيت النخيل زيت النباتين او زيت النخيل ده ده اخطر حاجة لجسم الانسان بيجيب الامراض الخطيرة المزمنة اللي مفيش علاج فيها خد يبالك منها بيجيبوا كل كيلو الحليب ويحطوا عليه زيت نخيل فبيتحول لمادة صلبة ما بيطلعشوا منه اي سويل ولا اي شرش طب احنا مش معنا نجيب حليب ونعمل في البيت مش هنعرف نعملها هاتي جبنا قريش جبنا القريش طبيعية مية في المية وما فيش منها اي ضرر وعلى فكرة بقت غالية جدا زي اللي هتعمليها في البيت دي نصيحة مني لكم السلام عليكم